بسم الله الرحمن الرحيم شباب راح نسولف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح نسولف عن محاضرة مهمة باليورولوجي وهي الانفرتلتي طبعا الانفرتلتي من المواضيع اللي هي كمان وقلوبال بروبلين تعتبر خصوصا المجتمعات فراح نبدأ ان شاء الله نتعلم البيزيك كونسبت about the infertility فنبدأ بتعريف الانفرتلتي تعريف الانفرتلتي شباب كلش مهم شنو التعريفه الانفرتلتي هي it is failure of the consumption after at least 6 أو 12 months يعني انه عدم القدرة على الانجاب بعد 12 شهر بس لازم به شرط كون خلال هاي الفترة ما مستخدم لا الميل ولا الفيميل protected intercourse يعني شينه protected intercourse يعني الفيميل ما مستخدمه oral contraceptive bills ولا الميل المستخدم اللي هو condoms خوش او الفيميل بنفس الوقت ما مستخدمه اذر هذا يعني اذر contraceptive اللي هي مثل البيلز قلني وقلني مثل الانجكشن وغيرها فلازم يتحقق هذا الشرط على مود اقول على ذول الكابلز انه شين عدهم عدهم انفرتلتي انه 12 شهر ما سهر او الفيميل بنفس الوقت ما مستخدم الوقت ما مستخدم خوش طبعا يقولون الافالواشن اوف انفرتلتي لازم او تحدد حسب العمر شون يعني يعني اذا كان شخص عمره او فيميل عمرها اقل من 35 سنة وما سارعتهم او ما سارت بريقنان لازم يسوي هي والميل يسوون افالواشن كونشني خلال سنة خلال السنة بعد ما تعبر السنة يسوون افالواشن اذا كان اعمارهم من خمس او فيميل عمرها من 35 الى 40 هاي لازم شيني بغضون 6 اشهر 6 month شيني يسوون او تحاليل بعد الاربعين سنة وما كوا حمل immediately لازم شي يسوون يسوون افالواشن واضحة لولا فالtime of the evaluation او time for investigation تحدد على حسب شني على حسب الage of female اذا كان عمرها اقل من 35 هاي ننتظرها سنة اذا سار عمرها من 35 الى 40 هاي وراء نص سنة اذا عمر عمرها السنة العمر عمرها 40 سنة عفو هنا شني immediately واضحة لولا هسا عرفنا تعريف الـ infertility خوش وعرفنا لماذا تقول على ذول الكبل انه infertile انه سنة ما سارعتهم انجاب بدون protected intercourse هاش اقول عليها ها ننسيت الشغلة انه regular intercourse يعني مو مثلا هساي دائما نشوفه مثلا شخص هو يشتغل مثلا بالجيش وينزل مثلا 14 او 20 يوم يضل ويجي يقول انا ما سار عنده حمل او ما سار عنده اطفال طبعا شني هنا رح يكون السبب هو ما regular intercourse واضحة خوش الابديميولوجي مالته الابديميولوجي مال infertility طبعا هي تقسم موضوع شني euro surgery فراح ناخد بس الميل في ميل تاخذون بالنسائية يقول 50% of the infertility هي due شني ميل فاكتر due to ميل فاكتر خوش up to 25% of the couple may be affected at some point in there مرات يكون هما سببيا يعني الميل والفيميل هما السبب ووياها تصل نسبتها 25% فالميل هما نسبتها مش قد 50% خوش هسا اذا اجينا الباثوفيسيولوجي الباثوفيسيولوجي لازم نعرف concept بعض الامور اول نقطة عملية تصنيع الاسبيرم شباب عملية تصنيع الاسبيرم تبدي هي شني تبدي من الهايبوثلامس تبدي من الهايبوثلامس هذا الهايبوثلامس راح يطلع لك هرمون يسمونه GNRH اللي هو gonadotropin releasing هرمون واضح الولا هذا الهرمون راح يحفز البتيوتر جلاند البتيوتر جلاند حتى ش تطلع البتيوتر جلاند حتى تطلع لك هرمون اللي هو LH والFSH أنا جاي سولف وين جاي سولف وين بالمياض خوش جاي سولف بالمياض خوش هذن الهرمونات تو هرمون اللي هو LH والFSH وين راح يروح راح يروح على التستس نعرف احنا عدنا تو تستس وهاد حلو لا هذن تو تستس طبعا بهن شيني اكو شين الكاب سير فوق هن هذا ابديد مص هس راح نعرف وضيب هذن وين يروح عدنا التستس عدنا بالتستس تو سيل مهم اكو خلية يسمونها سيرتوريال سيل سيرتوريال سيل وكو خلية يسمونها اللايدنج سيل واضح لولا اللايدنج سيل اللايدنج سيل يشتغل عليها هرمون هرمون ال LH واضح والسيرتوريال سيل under control of which هرمون under control of FSH واضح لولا السيرتوريال سيل بها تو فانكشن اول نقطة هي مكان سبيرماتو اللي سبيرماتو جنيس يعني عملية تصنيع السبيرم وبعد شني protective of the sperm هي شني protection يعني شلون الام تحمي شني تحمي اطفالها تحمي السبيرم واضح لولا عن طريق تكوين barrier barrier شن blood شلون عندنا blood brain barrier هذا هنا هم ماكو barrier هذا barrier شن وضيف بالتاست هنا يمنع الدخول الانتوبادي مايخلي الانتوبادي شني تدخل للتاست وبالتالي شني حتى ما تهاجم السبيرم خوش فيصير عدي infertility خوش وبعد بها وظائف ثاني اللي هي مثل السكرتري هرمون خوش هاي عفونا من عدل اللايدنج سيل اللايدنج سيل اللي هو شن هو اللي هو اللايدنج سيل under control قلنا هاي مسؤولة عن افراز اللي هو التستستيرون التستستيرون واضح لولا خوش فهاي بيزيق خوش لهذا احنا من راح نقول طبعا بالمناسبة التستس تو تستس هذاني كأناتومي تو تستس اناتومي هنه شي يكون يكون outside the body outside the body ليش لانهن باصل هنداني ما يتحمل درجات الحرارة العالية مال الجسم فرح قبل يصير بهن اتروف وفالير لهذا هنه شي راح يكون outside the body خوش هذا واحدة من اسباب الانفرتيل انه من تسأل تسأل عن الانفرتيل بيشن ليش لان اكو اشخاص دول يشتغلون باماكن يكون بيا درجات الحرارة عالية ممكن شي يسوي لك تستس تستيكول فاليير واضح لولا فضرور كل مهم تسأل هسا راح ناخذ ها على ال اكيوبيشن خوش هسا عرفنا انه عملية تصنيع الاسبير شي يكون under control of the hypothalamus راح يطلع ها عندنا 2 سيل قلنا بال test 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 عدنا 2 سيل اللي ها اول سيل يسمونها sertorial سيل وثانس خلية يسمونها lighting سيل قلنا lighting سيل طلع لك التستيستيرون بنسمها L LH under control of lighting سيل شوف L ب L وال التستيستيرون وال FSH مسؤول عن يتحكم بمن بال sertorial سيل اللي هي بيها two function protective function مثل mother وبعد هنا تصنع spermatogenesis يصير واضح لولا خوش هس هنا الصنع نحن عدنا الصنع السبيرم خوش بعد هين يروح السبيرم راح يروح الخلايا قلنا هاي الكب هاي شي يسمون هاي يسمون l-ebed mass mass l-ebed mass هالهنان شني هاذا يكمل هنان تعتبر شون المخزن المخزن of spermatogenesis يعني هنان عملية الخزن السير خوش عملية الخزن وبعد شني تكمل عملية maturation maturation of شني of the sperm فهذا l-ebed mass كل شو مهم خوش l-ebed mass بعدين وين يتحول ينتقل عن طريق duct شي سمونا داكت يسمونا l-vaz l-vaz دف او l-vaz هذا l-vaz راح يلتقي هذا شني يعتبر l-vaz ناقل عملية او ناقل المل لل sperm هذا راح يلتقي لشني بغدة هاي هاي الغدة تعرفون يسمونها seminal يسمونها seminal physical seminal physical هاي seminal physical تعتبر شني هي تعتبر شنون نقول المغذي او تطي الاكل لل sperm nutrition يعني nutrition واضحة لولا وبعد شني تطيك تطيك nutrition مثل الزين كو غيرها وشني وصول كو كي يعني شني تطي سائل على ما شني يمشي خوش هاي شني يسمونها seminal physical خوش seminal physical راح تفتح duct شي يسمونها راح تلتقي وي هاي ال vast difference وي التقن سوى عن طريق duct راح التقن سوى يعني يطلع duct من seminal physical على vast difference يطلع duct هاي duct يسمونها l-ejaculatory duct واضحة لولا هنا راح يطلع duct راح راح يروح لليورثرة يسمونها little duct النوب بعدين يصير little يسمونها little duct خوش هنانا وي خلال ما شي هنانا راح شني يلتقي بغدة ثانية اللي هي شي يسمونها البروستات هاي البروستات اللي يتحافظ لك على شني تحافظ لك على ال acidity of the sperm هنانا ال sperm أو السيمن اللي راح يصير راح يطلع هنانا السيمن اللي هو السائل اللي يمشي به ال sperm هذا يحافظ على acidity هنا ال acidity multi هنا لازم تكون ال caline caline واضح لولا عن طريق شني البروستات وهكذا الى ان يوصل لل bina لهذا احنا شعدنا ال infertility راح تطلع من خلال هذا المخطط او هذا الشرح الحجين واضح لولا فهنانا يأما المشكلة عندي بال فوق نقول راح تتقسم الاسباب الى ثلاث اسباب ثلاث كتغرية اما brytisticular يعني شنو brytisticular يعني قبل لا يصنع السبير اللي هو منين عدنا من الهايبوثالمس والبيتيوتري يسمونه brytisticular او هو وصل تحفيز من ال LH وال FSH بس ما صنعت هاي التيست بيها مشكلة يسمونه tististicular او المشكلة وين المشكلة صنع كل شو هاي بس الدكت هاذا شنو بمشكلة واضح او seminal physical بيها مشكلة فش يسمونه يسمونه post testicular خوش خوش طبعا بالمناسبة الvolume هاذ of semen كل وحدة لها نسبة معينة شلون يعني التيست مسؤولة عن 5% فقط من 5% من الحجم مالته هش هي وال ابتدد ماص وال seminal physical مسؤولة عن 60% من الحجم الكمية هي وال البروستات 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 30% لهذا انا بنشوف الحجم من نسوي semen analysis هس راح ناخد كل ش مهم بن نسوي semen analysis ونشوف الحجم قليل او الكمية قليلة راح شاقول المشكلة ما اقول المشكلة بال test لا اقول المشكلة وين يا اما بال seminal physical يا اما وين بال البروستات او اذا اجان مثلا الفركتوس راح ناخد مثلا الفركتوس واحدة من العناصر اللي نشوفها بال semen analysis فاذا شفت الفركتوس قليل فشاقول ما اقول المشكلة بال لا اقول المشكلة بال seminal physical لان هي مسؤولة عن nutrition وهاكذا فهس عدنا هذا الدياقرام عرفنا خوش هس هذن المصطلحات هس راح ناخذه الاتيولوجي قلنا الاتيولوجي قسمناها قلنا يا اما بري تستيكولر يا اما شني تستيكولر يا اما شني بوس تستي اللي بري تستيكولر عدنا عدنا مشكلة يا اما عد المشكلة بالهاي بوث العمس هي الهاي بوث plat عبارة عن جينيتيك ديزيز شي يصير يصير مشكلة بالهاي بوث الهاي لا تستيكول يطلع شني GNRH خوش شنون هاي تجيك بالكيس شنون تجيك بالكيس هنا من تجيك بالكيس راح يطيك شني انه يقلك مثلا patient presented with infertility يحط لك وياها شني key factor شن هي الكي فاكتر ويا الكالمان سندروم الكي فاكتر هي الانوزمية انوزمية هذول الاشخاص عادة يعانون من انوزمية يعني شني ما يقدر يشم او شني يقلك وياها يقلك وياها blaring vision blaring vision واضح لولا خوش بالاضافة اذا اطاك بعد التحاري مثلا يقلك ال ال اتش دولش راح يسرعتهم ال ال اتش و ال fs اتش راح يكون قليل راح يكون قليلات ليش لان هو جيناراتش ما طلع فاكيد ال ال اتش و ال fs اتش راح يكون قليلات واضح خوش خوش هسه هذا الشني ال انفرتيلي هذا ال بري تستيكولار هذا الاكتر واحدة كمان مو كامنية بس هي تجي بالاسئلة بعد الاسباب اكو اسباب ثانية منطقية وهي مثلا شن الhypothalamus ساير شن بيه ساير بيه انفاركشين ساير بيه مثلا هيموريج ساير بيه تيومار اي سبب ممكن اشي يقلل لك الجيناراتش خوش ننتقل عليه من عالبتيوتري البتيوتريغلاند البتيوتريغلاند شنو ممكن الاسباب اللي تقلل مرات يطلع الجيناراتش بس ال ال اش وال الف اس اش ما يطلع شنو البتيوتريغلاند ممكن شي يصير بيها يصير بيها هيموريج واضح عل llega يصير بيها واضح علığله يصير بيها بعد شنو تيومر خصوصا شنو هو الماكرو الماكرو ماكرو أدنوما مارات يسمونه اياتروجينيك يعني شنو اياتروجينيك يعني شنو مثلا رادييشن пضرب البتوطريقلان ثم Kurz التستيكولر التستيكولر هنا شنه يعني المشكلة وين بالتستيس هنا يأما أكو سندروم يأما أكو سندروم اللي هو يسمون الكلني فيلتر سندروم اللي هو هذا عبارة عن XXY وهذا وهذا أو أو بالتستيس أكو مشكلة شنهي المشكلة يعني شنه أكوائر نحن نقسمه كونجينتال وأكوائر الكونجينتال قنا مثل الكلني فيلتر وأكوائر مهمة شنهي هي الفاريكوسيل شنهي الفاريكوسيل الفاريكوسيل هي عبارة عن dilatation of the bambini فورم بلاكس أكو بلاكسز موجودة بالسكروتم وبداخل السكروتم شنهي التستيس هذا الفاين سير عبارة عن بلاكسز حلقة أو شلون الشبكة سير هاي الشبكة سير بيها لأي سبب ممكن رح ناخذ الفاريكوسيل يصير بيها dilatation و enlargement وهذه حلو لا هاي enlargement و dilatation راح يزود الدم هنا بهاي المنطقة من راح يزود الدم بهاي المنطقة شراح يصير راح يزداد و بالتالث قل فعالية التستيس فهذا سبب كلش مهم وين بالتستيستيكولار فاكتر اللي هو يمثل قلك 15 بالمية of the normal men and 40 بالمية of infertile men يعني مو كل شخص يعني هنا شنو معنى يعني دولة 15 بالمية normal ما بهم شي يعني لازم أسوي لهم عملية لا مو لازم الا عند شنو يقل الاسبارم يعني ما يقل الاسبارم أو شنو يصير عدة بين فهذا نتو انديكيشن انه أسوي سيرجري للفاريكوسيل فالفاريكوسيل هي تستيكولار كوز of the infertility عبارة عن شنو عبارة عن dilatation and enlargement of the bambini forearm بلاكسس خوش مرات هاي التستيس اكو اسباب ثاني يعني منطقية ممكن ترومة ممكن يصير بيها تورشين راح ناخذ التستيكولار تورشين مرات اكو دول الاطفال يصير عتهم مامز المامز اللي هو النكاف فوحدة من الكمليكيشن مال المامز انه يضرب شني عال اوركايتس اللي هي التستيس فيسمونا مام اوركايتس خوش فوحدة هاي من الكمليكيشن of the مامز وعب حلولا فهذا كمانا شني التستيكولار كوز خوش النقطة الثانية اللي هي البوس تستيكولار خوش هنالش قلنا احنا قلنا مو طلعة التستيس طلع من خلالها قناة يسميناها الفاز مرات هذا الفاز يصير بيه obstruction واضحة لولا فاز difference obstruction خوش مرات شني اه هنا شني اكو حالة شي سير انه الفاز موجود بس هذا اكو اكو هنا موجودة يسمونا سيلياري بادي هاي السيلياري بادي هي تدفع السبير وتخليه يتحرك مرات هنا انا شي يصير السيلياري هاي تتحطم واضحة لولا فشي يصير عدنه هاي الحالة شي يسمونه اللي هي حالة السيستيك فايبروسيس السيستيك فايبروسيس هذا عبارة عن systemic disease otosomal resistive otosomal resistive دولا شي يصير عدنهم يصير عدنهم absent of the ciliary body سواء كان بتشيس او سواء كان بالفاز دفرانس فبتشيس شرح يصير عدنهم راح يصير ما يقدر يصير clearance of sebutum السيbutum ما يقدر يطلع لين ماكو ciliary body تتحرك السيbutum وهنانا كذلك ماكو سبيرم فشي راح يصير عدنهم راح يجيب لك ياها بالكيس شلون راح يجيبها لك راح يجيب لك مثلا infertile male هيش نقول مثلا on evaluation منشيف سووه evaluation هذا infertile شافه السبيرم مثلا نفترضها سنقول immotile خوش بس هو شافه بنفس الوقت يعاني من recurrent infection under bronchiectasis فهنانا راح تربط هو ليش خلالك chest وخلالك هذا الموضوع حتى يشين يذكرك يذكرك بالcystic fibrosis يعني cystic fibrosis عادة يصيرعتهم infertile ويصيرعتهم وبرونكي اكتزد هاي الحالة شي يسمونها يسمونه كارتاغنار سندروم كارتاغنار سندروم خوش هاي واحد يعني هو سندروم من السندرومات السيلياري ديسفنكشن او سيلياري اموت خوش مرات infection قلني مثل بروستاتايتس بروستاتايتس شينيه infection of the او inflammation of the بروستايت خوش بعد شيني اكو حالة يسمونها retrograde ejaculation شيني retrograde ejaculation بس مرات من يوصل كلش اللي يريد يخرج راح يصير بي retrograde يرجع علي يرجع على بلادر واضح اللو لا يسمونها retrograde ejaculation هاي شيني عادة اكثر شي سير بال dm واضح اللو لا حوش بس قسمنا الاسباب كل هاي الاسباب راح ندور احنا عليها مرات ما نلق شي خصوصا بال mail هنا 50% of the cause of the infertility بال mail هي الشي تكون عادة تكون idiopathic idiopathic واضح اللو لا idiopathic خوش ما معروف السبب يعني الدور الدور ما تلقى اي شي فهس وصلنا هس كمنا الاسباب نجي شلون نسوي evaluation يعني هس انت اجاك patient عند infertility شلون السوي ل evaluation يعني شلون نقول تطلع السبب ما infertility فاحنا عدنا كذا نقطة اول نقطة شنبدي شنبدي بيه اللي هو history بال history بال history شنسأل اول نقطة شنسأل نسأل عن history عفتها ما حشيتها بالبداية اللي يريد اركز عليه history of the smoking شباب ال smoking كل شمهم بال infertility ليش لان شافوه يقل count العدد مال الاسبيرم ويقل شني الفعالية مالتها واضح لولا اول النقطة الثانية تسأل اكو شني عن incubational incubational cause اللي يقل عليه اللي مثلا يشتغل مكان بيدرجات الحرارة عالية او يقعد مثلا هو driver ويقعد ساعات طويلة كلش فهي هم تأثر عليه من التاسس واضح لولا بعد نقطة مهمة نسأل على sexual شني sexual dysfunction واضح لولا sexual dysfunction واضح لولا يعني جاي يسوي intercourse صحيح واضح لولا يعني متقطع واضح هذا نكل شي أثرا يأثرا على infertility واضح لولا ونسأل بعد شني على surgery اني surgery السيرجير اللي هي مثلا واحد عدة الانفرتي وشالها وشالها وسوت روما لالتاسس واضح لولا خوش هاي كمثال بعد نسأل علي من على drug history history واضح لولا الدراج history مثل من اللي هي مثل الالفا بلوكر هاي أدوية antihypertension وحدة من side effect مالت هيا هي الانفرتي هاد شني بال history حسب الهيستري أهم نقطة smoking وال occupational وال sexual dysfunction history of the sexual transmitted disease السيرجير الدراج بعد مثلا نشوف عدة history of the chronic illness history of the chronic illness مهم اللي هو مثل diabetes melitus أو liver disease أو kidney disease وعض حلو لا فهذا النقاط البسيطة هاش هاسا كمان نشني من الهيستري هاش نجع علي من على examination بال examination شعد نشعد نشعد examination سوي general examination اللي هي شن هي نشوف عدة sign of the hypogonadism يعني شن يعني شن أكو مرات هرمون أكو هرمون إذا طلعت شن شن سوي separation of the testosterone اللي هي مثل من مثل البرولاكتين البرولاكتين والإستروجين هذن الهرمونات إذا صعدن بالجسم لأي سبب كان طبعا هاي لها أسباب مثلها سادة liver disease وإصعد الإستروجين عندي الميض هذا البرولاكتين مثلا شنو تيومر سار عندك بالبيتيوتري أو إدراق معين رفع البرولاكتين راح يصير عنده شنو صبرا شنو راح يساو صبرا شنو بالتستستيرون واضح لولا فأكيد إذا أقل التستستيرون راح الدزاير والإيروزل اللي هي النشوة أو الرغبة بالسكشوال انتركورس راح شنو تروح واضح لولا فيطلع واحدة من عراض البرولاكتين اللي هو شنو الگينيكو مستي هاي جنرال اكزامينايشن باللوكل اكزامينايشن اللي هو اليوروجيني تال اكزامينايشن ش راح نسوي نشوف assessment of the beans واضح لولا assessment of the beans نشوف البنز يعني جنرال لوك أكو نقطة يسمون البيرونز بلايك هاي عبارة عن شنو هذا البنز راح أكو شلون يصير نكروسيز هنان نكروسيز بالدورز of the beans فش راح يسوي شنو شلون يصير كيرفد البنز فرح يأثر على الفعالية مات هاي يسمون البيرونز بلايك مرات يصير فيموسيز اللي فيموسيز شنو يعني هنان تو تو سكن اللي هو الموجود of the banal أو binal glاند هاي راح يصير بهن راح يتقدم اللي قدام واضح ما يصير بهن retrograde أو retraction أو high boost speedus اللي هو شنو opening of the urethra ما تجي central واضح لولا تجي يعني سير under شنو under glans واضح لولا فهاي كلها راح تأثر علي من الفعالية خوش نشوف بعض شنو نسوي examination ailment لل testis نشوف testicular consistency مرات تشوف atrophysi بيه مرات شنو نشتوف حص تلقاه undescending testis واضح لولا ما تلقاه موجودة مرات هاي هاي حالة شي يسمونها يسمونها cryptochordism هاي اللي هي هاي cryptochordism خوش مرات شوف بيه شيني swelling وتندر هاي معناها شيني اكو infection بيه اللي هو epididymitis خوش بعد شتفحص تفحص الفاز الفاز مرات شنشوف نشوف absent of the vase تفحص هاي عن طريق base of the bladder يعني من فوق تفحص خوش بعد بال testis شتفحص تفحص الفاريكوسيل كلش مهم خوش بقات عدنا هاي هاي هسا فحصنا testis شفنا خاف اكو بيها infection خاف اكو بيها اتروفي فحصنا secretum خاف نشوف بيها الفاريكوسيل فحصنا infection كذلك وبعث شنعدنا لبروستات لبروستات نفحص عن طريقة digital rectal examination وكذلك شنن نفحص بيها seminal physical seminal physical هي seminal physical ما ممكن تحسها digital rectal examination بس مجرد ما تحسها هاي معنات شنن سير بيها اللارج معنات شنن اكون سداد ساد الطريق فسير به اللارج واضحة هسا كملنا هذا examination نجي على شنو نجي على next step طبعا انت عندك بال evaluation of the infertility to think اول نقطة قلنا history وال examination وال النقطة الثانية اللي هو semen analysis semen analysis طبعا كلش مهم semen analysis خوش هذا semen analysis الى شروط واضحة لولا هاي الشروط مالته لازم شي يكون عندك من تريد الشروط اول شغلة اللي هي نقطة collection of the sample collection of the sample شونا جمع السامبل السامبل لازم تجمحها after absence of the three day absence of the three day يعني شيني ما كو sexual intercourse خلال ثلاث ايام واضحة لولا ليش لان اذا اقل من ثلاث ايام راح يطيق false negative واذا اكثر من سبع ايام راح يطيق false positive خلش هاي النقطة الاول النقطة الثانية لازم يكون تجميع العين وين اندلاب بالمختبر ما يصير تجمحها بالبيت وتجيبها ليش لاني يصير لكوفيكيشن لكوفيكيشن واضحة باعشيني تجميع لكستعملها بالكوندوم واضحة لولا خوش الطريقة المفضلة اللي هو شني استيرايل كونتينر استيرايل كونتينر لازم تكون خوش فهذا الثلاث اشغلات لازم اطبق اعلمو شني اسوي sample collection ورا ما سويت sample collection راح شني او ادس هال التحليل التحليل اكو بي شني بعض البراميط راح تطلعلي راح يحسب لبعض الاشياء اول نقطة يحسب يحسب شني البي اج البي اج بلاست هاي دائما تواجهك مثلا واحد من قرائبك هاي دزلك هذا semen analysis فأنت لازم تعرف تقرأ على الاقل تعرف normal volume أو normal think الموجودة بالsemen analysis اول نقطة شن هي البي اج البي اج لازم تلقى الكلائن لازم تلقى الكلائن انتبه له خوش لازم تلقى لازم يكون البي اج فوق السبعة بوينت اثنين فوق السبعة بوينت اثنين خوش هاي النسبة للبي اج النقطة الثانية الفوليوم الفوليوم لازم يكون الحجم اكثر من واحد ونص ملي طبعا هذا minimal جاي اكثر من واحد ونص ملي خوش بعد لازم تجي للكاونت الكاونت يلطيق محسوب العدد شي يكون يكون اكثر شني من 15 مليون راضح 15 في 10 بوينت 6 بير مل لازم كل من الواحد بي اكثر من 15 مليون خوش هسا حتشيني البي اش والفوليوم والكونسترائشين بعد ش عندك عندك شغلة ثانية اللي هي الموتلتي 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 شني يعني الموتلتي يعني الحركية ما التلسبير مش لنا فعالة لولا لازم تكون التوتال الموتلتي اكثر التوتال اكثر شي يسمونه توتال نتبه توتال موتلتي اكثر مني من 40% حفظ هذا الارقام لازم تحفظ خوش بعد ش عندك عندك المورفولوجي المورفولوجي كلش مهم اللي هو شني لازم تكون النورمال مورفولوجي يعني بنيقلك نور البرسنتج المورفولوجي المورفولوجي لازم تكون اكثر من 4% اكثر من 4% خوش بعد عدك الوايت بلاس سيل الوايت بلاس سيل لازم تكون اقل من 1 مليون بير مول اذا لقيتها اكثر معناتها اكو شني اكو انفكشن اهم محدد من ذن كله هي المورفولوجي شباب اهم محدد به كله خوش حلو له فهس لنفترض انه البيش انطلع عندك السبير مالته قليل شي يسمونها هاي الحالة السبير عندها قليل شي يسمونها يسمونها سنقول absent of the sperm يسمونها هذا المصطلح يكتب لك بالتقرير asuspermia asuspermia يعني شني absent of the sperm خوش مرات يطيك يقولك oligospermia هذا شني معنا low sperm number low sperm number يعني قليل asithinuspermia asithinus يعني شني يعني شون شلل ساير abnormality بالmotility معناته حركية مالتها سواء total او progressive التيراتو من التيراتوجينيك معناها abnormality بالmorphology abnormality بالmorphology فها هي راح تنكتب بعد خوش واضحة شباب فهذا كل ضروري شي تعرف تعرف شني تعرف شني المصطلحات هاي على مود من تجيك بالامتحان تعرف تختار الصحيح المناسب خوش هسا ناخذ مثال مثلا مثال هذا نقول مثلا جايك تقرير مال semen analysis شمكتوب عدك ب مكتوب عدك هسا بالبداية خلننعوف هاي راح نشرح موضوع ثاني اللي هو انه شون سوي analysis او سوي evaluation الواحد عده asus bernie راح ناخذ الاسوس bernie اهم واحدة الاسوس bernie اجاك واحد بالتحاليل سويت semen analysis قال لك انا عندي infertility وهاي وصال اكثر فوق السين ما صار عده اطفال وهاي وسول بلك بديت التشين تاخذ من عده بديت تاخذ من عنده history واضح لولا وانه بني الحجين اهن وانه بسويت بن خلال examination النقطة الثانية شدز النقطة الثانية شدز دز semen analysis واضح لولا دز زيت semen analysis اش طلع لك طلع لك عده asus bernie هوش اللي وهسا راح نسول فالي asus bernie يعني شني absent of the bernie يعني ولا وحد عده الوليغوسبيرمية يعني شني عنده asus bernie بس قليل خوش طلع لها عنده asus bernie النكس ستيب شش سوي منيجي كواحد عد asus bernie الدز هرمونal profile شني هرمونal profile راح الدز راح الدز تو هرمون سيرم تستستيرون وسيرم شني ولعف fs fsh اذا التو هرمون راح الدز هذن التو هرمون ش راح يجن يأما يجن تستستيرون يجيك low تستستيرون وبعض ش يجيك ويجيك low fsh معنات هالمشكلة وين اذا يجيك التستستيرون low وال fsh low معنات هالمشكلة وين انت راح تجاوبني مشكلة وين فوق وين فوق يأما بالهايبوث المص يأما مشكلة وين بالبيتيوتري فأبد انا راح ادز اماراي راح دي سي تي وهكذا فانا شخصة المشكلة مكان فوق او يجيني شني التستستيرون شني low بس شني ال fsh شني عالي واضح لا هسا 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 شني عندي المشكلة التستستيرون شبيه دي كريز وال fsh عالي معنات هالمشكلة انا وين عندي المشكلة وين المشكلة بالقوناد القوناد ال الـ sale ما جاي تطلع شني ما جاي طلع شني ما جاي طلع سبير فهنا المشكلة شني يصير قوناد الفيلير قوناد أكو FSH بس ما جاي يطلع سبير فهنا شني أكو قوناد الفيلير فهنا شابدي أديز مثلا الـ next step مثلا أديزة كيريو تايب شني ما التحليل الجيناتي ليه مثل من شنو الكيلني فلتر سندروم خوش وشوف خوش مرات لا شنو تستيستيرون و اف اس ايش اثنينات النورمال وعض حلو له تستيستيرون تستيستيرون نورمال والاف اس ايش هم نورمال وعض حلو له ننات النورمال فهذا المشكلة وين هسه عدي هسه المشكلة وين المشكلة عدك وين بالوبستركشن صار عندكوبستركشن ليش لين التستيستيرون نورمال جاي يطلع من التستيستيرون والاف اس ايش نورمال ما زاد معناها ما صار نقاتف فيدباك تعرفون هاي ما اخذينها اكو شي سمونا نقاتف فيدباك انه اذا شي عندي ما اكو استجابة اليه راح يصعد الهرمون المقابلة او القبلة واضحة لولا شون مثل واحد عنده هاي بوثايروديزم بنديزة تي اس ايش راح القى تي اس ايش عالي ليش للتي ثري والتي فور قليلات اهنان تي اس ايش نورم الاف اس ايش نورمال والتيستيستيرون نورمال معناها شون اكو سبيرم جاي يطلع واضحة للا ما زادن فهنان اكو مشكلة وين بالوبستركشن او اكو مشكلة بالداكت اللي هي تنقل السبيرم فهنان شون يعدي اوبستركشن هذا الاوبستركشن يأما يكون بالفاز ديفرنس يأما المشكلة هذا اكوائرد يعني شين اكوائرد يعني اكو مثلا شي سادة او كون جينيتال شون افرق افرق ادزة ترانز ريكتال اتراساوند واضحة لولا اتراساوند ادزة خوش فهذا الابروتش يعني الابروتش لباشينت عدي اس اس بيرمي ورا الهستير والاكزامينايشن ادزة هرمونال هرمونال هو طبعا عندي هذا ادي اس اس بيرمي ادزة اف اس اش او التستيستيرون اذا طلع الاف اس اش والتستيستيرون اثنين حاجيم معناه تلك المشكلة بالتيستيستي سموني هايبرغونائيى هايبوغوناديس هايبوغو نادزم اذا طلع اثنين حاجيمه قليلات معناه المشكلة عندي بالبيتيوتري او الهايبوثالمست فشي يسمونها الحالة يسمونها هايبوغوناديز هايبوتروفيك هايبوغوناديزم يعني اثنينات ناقصات اما اذا طلعت شني التستيستيرون ناقص بس ال FSH عالي معناته شني طلعت negative feedback معناته شني معناته التستيستيرون ما جاي الصنع فقل غونادا الفيليل ابقدي ابحث هل امتعرض تروميا اكو رادييشين اكو جينيتيك ديزيز اسوي اذا اثنينات طبيعيات معناها اكو Obstruction واضحة لولا خوش هاي شرحناهن نجي على Treatment طبعا Treatment ايش عدك انت التريتمنت طبعا راح تعالج الـ Underline Cause مثل Smoking Sezation Of The Smoking توقف Control Of The DM الفاريكوس سيلي تعالجي مثل اي مشكلة اقدر اعالجي عالجي واضحة لولا فهو هنا انا يقول لك موديفكيشن Of The Lifestyle فاكتر ريديوس الكحول افويد هوت باث قلناها الحجيناها ميديكال تريتمنت كوراكتر اي ريفيرزابل كوزاتف فاكتر خوش ما عدنا شي بيها بعد خوش اكو عدنة اذا ما نجحت كلها هاي الامور يعني ما اكو ريفيرزابل كوز شجي اسوو شيني بعد التجي للطريقة الثانية اللي هو assistance of the reproductive technique اللي هي شين هي يعني هذا يسمونها الانابيب فاكو اكدر من تكنيك اكو تكنيك بالبداية عنده خطوطين اول خطوة شا سوي اسو سبيرم إكستراكشن يعني ابدأ اطلع الاسبيرم منين من التستس اقو عدنا خطوطين يا اما مايكرو سيرجي يا اما شين يعني اسو هذا عدنا التستس هذا السكروت عفو هذا يعني اكو افتح فتحة صغيرة كلش واسحب من واضحة سيرجري اي مايكرو سيرجي اسباريشن لا هاي بنيدل نسحب هذا التو تكنيك الكونسيبشن الحمل اكو الهواء طرق اكو واحدة يسمون انترايوتراين انسيمنيشن هاي شين الانترايوتراين يعني ندخل الاسبيرم المن نوصلها المن للفالوبين تيوب واضحة لولا هاي طبعا اذا كان الاسبيرم الموتلتي مالتا زيانة تتحرك واضحة انتبه لها انفترو وفرتلا زيشن لأ اسحاب سبيرم واؤو مخليهم سوى واضحة لها انفترو يعني خارج اليوترس هاي الثانية مهمة انترا سايتو بلازم سبيرم انجكشن هاي شيني معناها احقن السبيرم وين بالسايتو بلازم مال الاو سايت هاي شيني معناتها معناتها انه السبيرم الموتل مال تمام موجودة وانا اقدر سوي الانترا يوترا انسامي يعني ادخل بجلد ما اخلي السبيرم بالفالو بين تيوب هو يتحرك ويروح لا هنا هو الموتل مال تقليلة فش استخدم انترا سايتو بلازم انسامي اش او طريقة الاخيرة انترا يوترا انسامي يوز دونر سبيرم مرات الفيميل اليوترس مالتها الانفايرومنتل مالتها مالت اليوترس شني يعني مو غير صالحة للانجاب فيستخدمون اليوترس مال شني العفو السبيرم مال هذا الشخص بعد ما لها اي فائدة يعني هذا نطرق كلها فشلة فنستخدم السبيرم مال شخص ثاني وارحا هس اش كمنا كمنا الانفرتليتي ترجمة نانسي قنقر